نروح لانتصارات أهلوية على أصعدة مختلفة فرق السباحة عمومي وناشئين وناشئات بالنادي الأهلي حصدت الدرع العام لبطولة منطقة القاهرة الشتوية للسباحة اللي اختتمت فعالياتها في استاد القاهرة بالأمس كمان النادي الأهلي حسم لقب الدرع العام أممكن قبل نهاية البطولة بشوية حصد ده خلال منافسات المرحلة الأولى للبطولة واللي أقيمت فعالياتها بفرع النادي في مدينة نصر بعد حصد المراكز الأولى في العمومي ناشئين وناشئات للمراحل من أول سن 13 حتى سن 19 سنة كمان سباحة الأهلي مرحلتين 11 و12 سنة نجحوا في حصد المراكز الأولى أيضا وتسلم الدرع العام لهذه البطولة وده كلها مؤشرات ودلائل على سيطرت وهيبنت يعني بناتنا وأولادنا السباحين والسباحات في النادي الأهلي مبروك وإن شاء الله المزيد من النجاحات مش بس ده الخبر الحلو الخاص بأبطالنا في النادي الأهلي كمان على الصعيد الأخر نتكلم هنا تأهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي كمان للمباراة النهائية من منافسات هنا البطولة العربية للأندي المقامة في مصر وطبعا تبعناها مع حضرتكم على مدار الفترة والأسابيع الماضية ومفروض أنهما كمان فازوا على الفريق العماني إن بارح كانت بنتيجة 3-0 وده نتيجة رائعة جدا ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة بالتوفيق في اللي جاي وأعتقد لحد دلوقتي يا كريم إحنا عاملين برضو شغل محترم جدا وبطولة كبيرة وبطولة مؤهلة بعد كده فبالتوفيق إن شاء الله اللي جاي يا مساهل الحال يا رب